ثم ذكر الله عز وجل سورة قريش ونعم الله عز وجل على قريش ومن أعظم هذه النعم نعمة الإلاف وهما إلافان الإلاف الأول اجتماع القوم في بلادهم فلا يغزون ولا يختلفون كثيراً ولم يتفرقوا والإلاف الثاني إلافهم خارج بلادهم وهو إلافهم في رحلة الشتاء وإلافهم في رحلة الصيف وإلافهم أيضاً عند العالمين في جزيرة العرب فلا يتعرض لهم أحد في أي مكان كانوا يقال لهم هؤلاء أهل الله وهؤلاء أهل الحرم فلذلك هم آمنون أينما اتجهوا فكان الواجب عليهم أن يعبدوا رب هذا البيت لكنهم لم يفعلوا هذا بل كفروا بالله وكفروا برسوله صلى الله عليه وسلم ومع هذا فبان بهذا جحودهم لنعمة الله جل وعلا ثم يذكروا نعمة أخرى عليهم وهي نعمة الطعام الذي أطعمهم الله عز وجل به من جوع وبلاد مكة كما قال الله عز وجل بواد غير ذي جرع عند بيتك المحرم فهي غير مهيئة للزراعة وليس فيها أنهار وأرضها حارة بخلاف بقية الأراضي الباردة التي تكتر فيها أنواع الزراعة ومع هذا كانت تأتيهم المحاصين من كل مكان يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله اشتركوا في القناة